السلام عليكم ورحمة الله ارحب بكم اعزائي الطلبة في محاضرة جديدة اليوم ان شاء الله رح نتحدث عن الدو والهاف والبي هس احنا رح نتحدث على فقرة 3 في 18 اللي هو الدو بالنسبة للدو اللي هي الافعال المساعدة اللي هما 3 الدو والهاف والبي الدو اللي هي تشمل الدو والدز والدد والهاف ايضا تشمل الهاف والهاز والهاد والبي اللي هي تشمل الاز والار والام والواز والوار والبين والى اخره هو اولا متحدث عن الدو طبعا الدو لها تقاسيم مثل ما ذكرنا الدو والدز اللي بالمضارع والدد اللي هي بالماضي الدو نفي مالتها don't اختصار ال don't هو do not اختصار ال do not don't اختصار ال does not does not doesn't واختصار ال did not هو didn't زين ويقول لك do as a lexical verbs and pro verb has a full of range of forms including the present participle doing and past participle done what have you been doing today you said you would finish it i have done it شوفوا طلاب ركزوا اياي نهاية اكو شغلة مهمة الدو خلي ملاحظة ببالك لازم تعرفها الدو والدز والدد تستخدم بحالتين كفعل رئيسي كليكسكال اللي هي مثلا i do my homework وتستخدم الدو كفعل مساعد بزمن المضارع البسيط والدد بالماضي البسيط اذا الدو والدز من تكون بزمن المضارع البسيط هي auxiliary من تكون بالبسيط من تكون الدو والدز كفعل رئيسي فهي auxiliary يعني مثلا i do my homework هذه السحالين هي الدو فعل مضارع فعل مضارع يعني auxiliary عفوا يعني main verb lexical بس بحالة النفي وحالة السؤال بحالة المضارع البسيط مثلا do you play football طبعا هنا do هي auxiliary والplay football play هي auxiliary lexical verbs عفوا did نفس الحالة did you play did you study did you اذا ندد هنا من تكون بحالة النفي والسؤال الحالة النفي والسؤال do و does راح نعتبرهم auxiliary do و does و did راح نعتبرهم فعل مساعد اما اذا اجتني كفعل اخر بزم الجملة يعني كفعل رئيسي فاحنا راح نعتبرهم lexical او نعتبرهم main verb هالا ملاحظة جدا مهمة بالنسبة للهاف الهاف مثل ما تشوفها هي ممكن تاخذ هاي الحالات اللي تشوفها انت هاف وهاز واختصارهم وكذا ونفيهن وهذا الامور غالي ايضا لازم تعروفهم الهاف هم هي معروفة بزمن المضارع التام لما يكون وراها تصريف ثالث للفعل راح تكون هي auxiliary راح تكون هي auxiliary شوف اما من تكون كجملة عادية كجملة عادية مثلا يعني i have my breakfast او i have a picnic اذن هي main verb فعل رئيسي شوف هنا does he have شوف هنا does هنا عندي auxiliary الهاف هنا فعل رئيسي ليش لان ما وراها تصريف ثالث اذن الهاف والهاز والهاد من يكون وراها تصريف ثالث فهي تكون auxiliary اذا شوف هنا i haven't got هذا هي auxiliary ليش لان وراها تصريف ثالث i have no book هنا لا فعل رئيسي ليش فعل رئيسي سبب لانه الهاف اللي عنده هنا ما وراها تصريف ثالث هذا بالنسبة للهاف والهاز والهات خلينا نجي الى موضوع البي البي مثلا يشوف ال is يعني arm is r اقتصارات ونفيه وكذا هذه الامور كلها معروفة يعني ويعني البي مثل ما احنا نعرفها بزامن المضارع المستمر يجينا وراها فعل b ing وبزامن المضارع البسيط يجينا وراها اسم او صفه مثلا he is teacher هاي جملة مضارع بسيط he is happy جملة مضارع بسيط زين فاستخدامات ذني معروفة ودعي ينطيك معلومة لا اكثر ولا اقل don't be طبعا هنا ال b هم يعني نعتبر احنا lexical verbs يعني هنا عندي ال b هي الفعل الرئيسي ال b عندي هنا هي كفعل رئيسي ليش ليش فعل رئيسي لانه اجي وراها صفة او اسم اذا اجي وراها صفة او اسم فال b رح نعتبرها فعل رئيسي يعني ممكن نقل لك نطيني مثال يعني يليك نطيني مجموعة امثلة ومن ضمن الامثلة اللي يريدها من عندك ب مثلا نقل لك the verb as a lexical verb تنطيني فعل ال b كlexical verb مثل تنطيها جملة don't be او don't كذا والى اخره اذا ال b ممكن تكون lexical verb مثل ما تشوف هاي جملة كفعل رئيسي كما في هذا المثال اموضح